طيب شوف يا سيدي الوزيرة جيلا جامليل قالت ايه بقى قالت ان احنا لازم نشتغل في موضوع التهجير واتكلمت ان احنا لازم الدول الصديقة شوف البجاحة يا اخي قالت لك ايه قالت لك الدول الصديقة الدول العربية الصديقة يعني اللي هي شايفة ان هي بتدعم فلسطين ايوة ايوة سيادة الوزيرة مالها الدول دي مصر يعني مالها بقى سيادة الوزيرة الدول دي قالت لك الدول دي يا جماعة لازم تدعم فلسطين بجد ما ينفعش تدعم فلسطين بالكلام ايوة يعني نعمل ايه سيادة الوزيرة لازم ياخدوهم بقى يعني لازم ياخدوهم لازم ياخدوا الشعب الفلسطيني عندهم ويدعموا فلسطين بجد لانه بصراحة عدم دعم فلسطين وانهما بس يفضلوا يتكلموا وخلاص ده أمر لا يليق بالعروبة ولا يليق بالإسلام ولا يليق بأصدقاء فلسطين فالوزيرة هنا بتقول لها عبد فتاح السيسي افتح الحدود واخد الشعب الفلسطين وبمناسبة عبد فتاح السيسي يا جماعة هو إحنا ضد التهجير بجد ولا لا يعني إحنا فعلا ضد التهجير ومش عايزين نهجر الفلسطينيين ولا السيسي بيعمل صفقة وعايز يخلص الموضوع مثلا بأعلى سعر فهيبيع على أعلى سعر ليه؟ لأنه اللي بيحصل أن انت سائب إسرائيل بتعبث في الأرض بتعمل كل حاجة هي عايزها بتوصلك أصلا وبتوصل الشعب الفلسطيني أنه يبقى موجود قدامها بالرفح وفي الآخر أنت مشايبها قدامها غير أنك تقبل حاجة زي كده فهل النظام المصري متورط ما هو إنت ما تقعدش تقولي أنا ضد التهجير أنا ضد التهجير وإنت بتتفرج على خطة التهجير بتتنفذ قدامك بالحرف طب ما هو ده مش منطق يا جماعة ده مش منطق ما هو أنا مش يعني مش هصدقك يعني أنا عايز أصدقك كويس؟ والله عايز أصدقك بس للأسف اللي إنت بتعمله مخليني مش واصق فيك ومخليني مش عايز أصدقك أبدا ومخليني إن أنا شايف إن إنت لأ شايف إن إنت معاهم في موضوع التهجير شايف إن إنت ماشي وراهم شايف إن إنت بتحاول تسهل عليهم الموضوع ده بالمناسبة الطرق اللي اتعاملت في سينة الكام سنة اللي فاتوا اتعاملت ليه؟ والمين؟ ده السؤال المهم المنطقة العزلة اللي اتعاملت في رفح اتعاملت ليه؟ والمين؟ ده سؤال برضو مهم السؤال الثالث الأهالي رفح اللي اتهجروا واترفض رجوعهم تاني اتهجروا ليه؟ والمصلحة مين؟ ده برضو سؤال مهم الثالث أسئلة دول لو عرفت إيجابتهم هتعرف مصر مشاركة في سيناريو التهجير ولا ضده ثلاث أسئلة دول لو عرفت تفسيرهم هتعرف مصر مشاركة ولا ضد سيناريو التهجير لأنه أنا لما أبقى بعمل يعني طرق وبعمل بنية تحتية في سينة وأنا أصلا مهجر أهلاه ومش ناور أرجعهم تاني يبقى أنت بتعمل الكلام ده لحد تاني بتعمل الكلام ده لجهة ما بالمناسبة الوزيرة جي لها جامل دي قالت الجملة دي في التقرير قالت أنه يا جماعة الفلسطينيين إحنا هنشتغل بحاجة اسمها وين وين ستواشن الفلسطيني هيروح يعيش في بلد عربي أفضل من غزة وإحنا كإسرائيل هنرتاح من القصة دي وهنبقى خلصنا من المشكلة دي للأبد بالمناسبة يا جماعة الخير عشان كده أنا بقول حلقة 24 أكتوبر في برنامج آخر كلام واللي استعرضت فيها تقرير مقير بن شبات بالتفصيل الممل من أهم الحلقات وأخطر الحلقات اللي بدعوا حضراتكم كلكم أن أنتم تشوفوها لأن الوزيرة تكلمت عن الوثيقة دي الوزيرة تكلمت عن الدراسة بتاعت مقير بن شبات قالت قالت يا جماعة الوين وين ستواشن أن أنتم تاخدوا الفلسطينيين يعيشوا في مستقبل أفضل ده بالضبط اللي مقير بن شبات قاله لما تكلم عن العشر من رمضان وتكلم على ستة أكتوبر وتكلم على مدينة العبور وتكلم على العاصمة الإدارية الجديدة وقال أن الفلسطينيين اللي يروح يعيشوا هناك هيعيشوا في مستوى اجتماعي أفضل ومستوى معيشي أفضل بل راح لأبعد من ذلك وده اللي هي قالته هي ما تكلمتش بس عن مصر كانت بتكلم عن الدول العربية كلها ولذلك فيه ارتباط وثيق ما بين الوثيقة الاستخباراتية اللي تكلمنا عنها واللي بتكلم عن اجتماع عزارة الاستخبارات يوم 13 أكتوبر وما بين تقرير مقير بن شباد بتاع معهد الاستراتيجية والأمن القومي اللي بيتكلم على ان فيه دول عربية هتستفيد منها مصر والسعودية وما بين مقال جيلا جامل الوزيرة الاستخبارات الإسرائية في جيرزالين بوست اللي قالت ان احنا نشتغل بالوين وين ستويشن الوين وين ستويشن ده اتكلم عنه مقير بن شباد بالتفصيل لما قال ان الصين لازم منسب لهاش الوضع في مصر لانها تاخد أصول استراتيجية فهتؤثر على القرار المصري فده هيدل بالمصارح الأمريكية فأمريكا لازم تتكلم مع صندوق النقد الدولي ويسقط الدول عن مصر وتديها تسهيلات وده اللي بيحصل لأيام اللي فاتت بعدين اتكلم على موضوع مصر وقال ان الاماكن اللي في مصر فيه عشرة مليون شقة والعشرة مليون شقة دول بصراحة فضيين وتكلفة الشقة فيهم 19 ألف دولار فأهالي غزة يجو يشتر الشواء دي احنا هنمول الموضوع ده وبالتالي هيقيشوا في مستوى أفضل وين وين ستويشن بعدين دخل على السعودية قالك ان اهالي غزة نسبة كبيرة منهم شغالين في البنى والبنى ده السعودية محتاجين عمال للبنى عشان المشاريع الجديدة بتاعتها اللي فيها بنايات كتيرة جدا زي مدينة نيوم وبالتالي السعودية كمان هتستفيد انها تاخد الناس من مصر اللي هم الغزويين احنا بنتكلم على مخطط بقالنا شهر عمالين نغني فيه ولما بتكلم عنه عشان المتخلفين اللي في حضيرة الانتاج الاعلامي وعلى رأسهم رأس التخلف نعقة الديه اللي انا متأكد انه ماكملش ابتدائي يعني انا معرفش نعقة ده خدشهادة ابتدائية ولا لأ انا شاكك انه والايكيو بتاعه او مستوى ما يجيبش قوله اعدادي وعشان كده انا بلاقي مشكلة كبيرة ان انا رد عليه يعني بحس ان انا بهين نفسي ان انا راجل خريك طب ودارس صحافة بعدها ودارس ادارة ومش عارف في ادارة مستشفيات ارد على واحد ماكملش تعليمه مع الاحترام للناس اللي ماكملش تعليمها يعني بس هي مشكلة في نعقة انه ماكملش تعليمه تقريبا والايكيو بتاعه تعبان وبزيق اللسان فكوكتيل من المرحيد يعني عارف بمناسبة يعني اليوم العالمي للمرحيد بتاع فقامة الرئيس فالقصة بتاعت يعني نعقة ويه الموضوع ده بيخلينا يعني برضو نتكلم في نقطة انه هو انت لما تيجي تقعد تقول لي لا احنا ضد التهجير احنا مصر احنا يا ابني انا ما جبت السيرة مصر يا ابني انا بقى لي شهر ما جبت السيرة مصر اصلا انا بقول لك يا حبيبي دي وثيقة اسرائيلية ده ما قال لوزيرة اسرائيلية ده الاستخبارات الاسرائيلية ده معه الاستراتيجي قريب من الموساد افهمه يا بهايم الخطة ماشية على قدم وساق فيطلع لي المتخلف يقول لي مصر يا ابني محدش جاب سيرتك انا بقول لك خلي بالك انا بقول لك لو انت بجد ضد التهجير وقف اطلاق النار اعمل وساطة حقيقية بدل ما قطر خدت الدور منك فرجنا قيمة مصر الحقيقية مايش بالشتيمة والردح لكن هي سياسة فرش الملاية لما يبقى عندك رداحات بمستوى ناقة الديهي واحمد موسى وما تشغلهمش يطلعوا يردحوا فانت تبقى غلطان بالمناسبة مصطفى بكري قررت له تويتا انه عاملين استجواب لمصطفى مدبولي رئيس الحكومة في البرلمان او شبه البرلمان عشان موضوع التهجير طيب يا استاذ مصطفى دي مجموعة من الاسئلة لو سمحت تتوجهها لمصطفى مدبولي وانا هنا هتعامل معاك ان انت بجد معا ان انت مفترض لا تأخذ على محمل الجد وهتعامل مع البرلمان داد وبرلمان بجد ما عينه المفترض انه لا يأخذ على محمل الجد جميل طيب اسألوا مصطفى مدبولي ايه رأي مصر في ثلاث حاجات في وثيقة الاستخبارات الاسرائيلية عن الاجتماع اللي نشر في 13 اكتوبر عن خطة معهد استراتيجية الامن القومي برئاسة مئير بن شباد عن احلال وتهجير الفلسطينيين في مصر كلها عن المقال بتاع جيلا جامل وزيرة الاستخبارات الاسرائيلية في جور الزالين بوست لو سمحت يا استاذ مصطفى اسأله مصطفى مدبولي عن الثلاث حاجات دول ولو انت مش عارف وما عندكش وقت هتلاقي العبد للام تكلم عنهم اكتر من مرة في فيديوهات قصيرة وفيديو طويل وفي اخر كلام فارجع للكلام ده واسأله وانا يعني مسامح في حقوق النشر ما عنديش مشكلة النقطة التانية مصر هتعمل ايه غير التصريحات النارية يا استاذ مصطفى هنفضل نقول احنا ضد التهجير ولا ناخد خطوات ده السؤال الثالث ايه هي الخطوات ايه الخطوات اللي بتاخدوها قادرين تفتحوا معبر رفح ولا وزير اللي صحة خالد عبغفار قال لسي ان ان في جهة ما لازم تتدخل وخافي يتكلم على اسرائيل وان دي مش مسؤولية مصر مع ان المعبر مصري بس مش بتاعتنا ففهمونا طيب النقطة اللي بعد كده الشغل اللي اتعمل في سينا يا عم مصطفى كان معمول لي مين التهجير اللي حصل في سينا كان متهجر لي عشان خطر مين المنطقة العزلة اللي اتعملت اتعملت عشان مصلحة مين فمعلش يا استاذ مصطفى احنا بنتقل عليك طالما انت يعني فتحت سدرك وقلت استجواب وما استجواب فمعلش انت تزبط لنا بس الموضوع ده وتقول لنا مصطفى مدبولي هيعمل ايه في الاستجواب ده انا هو يا جماعة من طرفي تلات اسئلة وجهتهم وتابعوا جلسة البرلمان لو فعلا عمل كده خلص خلينا نشوف اجابات السيد مصطفى مدبولي هتبقى عاملة ازاي ولو اني عارف انه هو اصلا سكرتير بدرجة رئيس غزرة وعبدالفتاح السيسي اللي بيمشي دي كانت تفاصيل الانفراد اللي قلنا لحضراتكو عليه وتسريب خطة التاجير على لسان الوزيرة الاسرائيلية جيلا جامليل